طيب الزمالك من ناحية تانية عايز اقول لك حاجة على الزمالك مهمة جدا بينفي اجراء اي تعديلات على جهاز شوزوالدو فريرا المدير الفني للفريق عشان فيه كلام ان روي اجاش كان مشي من الفريق هو كان واخد اجازة وامير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك قال لرقم عشرة انه الراجل موجود والراجل انتم بليه كل شوية بتسأله على موعد وصوله اكيد محدش رايح يستابله هو الراجل جاي وهيكمل مع فريرا بشكل عادي عبدالغاني محمد عبدالغاني وعبدالله جمعة مهددان بالغياب عن مواجهة النادي الاهلي مواجهة القمة يوم الحد اللي جاي والزمالك هيعمل اختبار طب للمسلوسي وحازم امام احنا نتكلم في محمد عبدالغاني وجمعة بسبب الاصابة ومسلوسي وحازم ما زالوا يعني بيتعافوا من الاصابة طيب فريرا انتهى من تقرير تدعيمات الزمالك الفترة اللي جاي او في الصيف تحديدا وفريرا قدم كمان لعبين حابب النادي يجدد معاهم ولعبين تاني مش فرق معاه يعني سايبهم لأمر النادي بس اللعبين اللي طلب فريرا انه يجدد معاهم او النادي يجدد معاهم هم كالتالي اشرف بن شرقي عمر السعيد طريق حامد ومهاجم اجنبي هيبقى عايز يتعاقد معاه وصانع العاب اجنبي برضو عايز يتعاقد معاه مين بقى اللعبين اللي سابهم لقرار مجلس الادارة محمد ابو جبل رزق سيسي محمد قلاجم حزم امام وايمن حفني دول اللعيبة اللي ساب أمرهم لمجلس الادارة حتى هذه اللحظة في الليلة ما اتخذ قرار برحيل اي لعب عن النادي زمان لكم استني لنهاية الموسم لما يشوف اللاعبين كلهم اشتركوا في القناة